خلي عيونكم عليها حقيقة، خلي عيوننا عليها بجد، عيوننا وقلوبنا وزي ما احنا عارفين بيحرك العين والقلب وكل حاجة فينا هو العقل والدماغ هرجع لأستاذ الدكتور واقل بخاتي مدرم التنمية البشرية دكتور واقل، ممكن قبل ما نطلع بالفاصل وإيمان تطلعنا بالفاصل كنا بنتكلم عن الإرادة والطموح، تسمع عن حاجة اسمها طموح جامح؟ مزبوط، موجود تسمع عن حاجة اسمها إرادة زي مزود العصام كده علنا في الفاصل بالدراع؟ ودي كتير الأيام دي لو تكلمنا عنا حنقول إيه؟ بس حراتك، هنا النية هتلعب دور كبير جدا لما الواحد عمتا بيحط نفسه في حتة إن أنا هادوس على أي حد ما وصل إلى اللي أنا عايزه هو مش هيوصل إلى اللي أعايزه، ده استحادة دي جزء إيه بقى؟ هادوس على أي حد في طريق؟ بالضبط، أنا هاوصل، هاوصل، بالضبط يعني ده نياته مصحة خالط يعني إنت زي عايز تقنيعان إن إنت بتعمل ده عشان ربنا أو بتعمله عشان الناس؟ ده إله إلا الله ربنا بايد عن كل الكلام بالضبط، وإنت بتدوس على الناس، أكيد مصحة، أكيد إنت بتعمله ده ومصحة فإحنا عايزين الموضوع يبقى مختلف شوية، ليه بقى؟ إن هي لو كانت سلبية، هيفظل الفوتول حياته يجذب ليه سلبي، بس، وحيوصل للناس سلبي، زي بالضبط يا فن، كتير ممكن من الطلبة بالذات لما بنيجي نقابل الحاجات ده يده، بيروح جاي عيل، بيقول بكل بساطة، إحنا سعب نشوف مدربين كتير جداً، عندهم علم بيقولوه، لكن ما بيعملوش به، فبيحسوه هو بيشرحه، هنا بقى أخدتيني جزئي مهمة أول أساس وائل، المصدقية، أيوة، يعني اللي خارج من القلب بصدق دايماً بيوصل حتى مع الموزيع، مع المدرس، مع أي مخلوق، يوصل بصدق للناس، إنش عايزة مناقشة، كلمة لحدك قلتها دلوقتي، ده صح، وده اللي إحنا دايماً بنسلميه كمان القبول، القبول ده ما فيش حد في الدنيا يعرف يمراً حد إزاي بعنده قبول، اللي قول ده تتعربنه، ما فيش كلام، لو حد ده أنا لأ أنا عندي قبول عشان أنا بعرف أشرح إ إزاي غلط، أو بعرف أتكلم إزاي استحالة، اللي قول ده تبقى ربنا، فربنا ما يكون راضي عنك بيحبك فيه خلق، دي حاجة معروفة جداً، اللي يحبه ربه يحبه فيه خلقه، بالضبط، ده 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 فعلاً ده معروف، لكن بقى لو أنا فكري زي ما إحنا قلنا من شوية، إن أنا حدوس على أي حد قدامي، فخلاص إنها بيت سلبية، مش ممكن ربنا يوصل لأمور، يعني مش ممكن يخليه بقى خلاص يبقى منتاجه ويعمل لأن ده وبقى كده هيبقى مفهوم، يعني كنت عمرك وتعرف تعمل دوت غير ما تخلص برشوة، نقمع العلم أن أنت ممكن تفعش رشوة خلاص، وتمشي برضو بعلاقتك كواسي، ويخدمك أكتر مكان ما يخدم حد تاني بيدي له فلوس، فهو ما يحكم مش بسع الشخص إنه هو لأن فيه ناس بتحط مسميات إن ده مش هيخلص لك كده، لأنه هو تقاله كده، فلا إحنا نوصل للناس إن أنت عندك تموح من غير ما تأذي لحواليك، ودي دايماً بنقول إحنا فيها في حاجة اسمها البحث في الأثر أو إيكولوجياً بنسم أنت أي هدف عندك، أي حاجة عايزة توصل لها، لازم تشوفها مع الناس، مع الدنيا، هل أنا حقزي بها حد؟ هل حقزي بها البلد؟ هل حاجة زي كده؟ زي بالصبت المدخن، يعني المدخن مثلاً بيكون قاعد في مكان ما سوى ولا حاجة، وبيشرب مثلاً من السجارة، فيبتدي بيقزي مثلاً الناس اللي حواليه، فيبتدي الناس يقول لي طب هما زنبهم إيه؟ يقول لك أنت من عايزة شرب سجارة، مش مهم هما هما يتحركوا، فالتغيانه داتي تعالي عشان أنت تت هو اللي يتحرك بقى يقف حتى ويشه فيها السجارة بالصبت كده، وده فعلاً اللي هما بدأ يتجهون لأنه بدأ أماكن لمدخنين وأماكن لغير مدخنين، ليه عشان عشان يولعوا بعض، المدخنين بوقفين مع بعض، كلهم بقى يولعوا بعض، مش هيئزوا بعضيهم، هي خلاص هي كده كده كلهم أزين أساساً هي فعلاً دي، لكن اللي مش ندخن هو عايزة شمن، يعني عايزة شمنها هو نظيفة، بالتالي عايزة يعيش الحالة ديت والجو دوت فاسبني فهو في ناس عندها نفس المبدأ ده مش هقول عليك حتى حاجة سياسية ولا حاجة في دنيته، خلاص، ممكن يكون عنده المفهوم ده في حاجة زي السجارة فعلاً أنا عايزة أشرب السجارة يا نواد فأنا هشربها، إنت تتأذي متتأذيش مش مشكلة، أنا هشرب السجارة، فهو نفس الفكرة برضو حضرتك يعني هو الطموح موجود برضو حتى لو في حاجة سلبية زي ديت، بس هل هو ده يفضل مستمر؟ أبداً لأن الناس هتبتلي تقلب عليه، وده لي بيحصل؟ المجتمع يبتلي يحركوا إنه هو قعد هنا ده مكان مداخن تخش يا أي ما طوعي ما يقولك تدخينه ولا ما فيش تدخين؟ بزبط، بيتحدين، فخلاص؟ حتى في الطيارات في الأطرات بقت العملية دي واضحة دلوقتي وبقت جميلة جداً، بزبط دي إحنا كده وضحنا يعني أوضحنا ما بين الطموح الجامعة والطموح العادي، طب الإرادة اللي بالقوة بقى إيه الإرادة اللي بالقوة؟ يعني إيه بقى عندي إرادة وبقى قدي قوة وادي بنية وادي في إيه؟ هو هنا المعنى بقى، لأن إحنا من بعد الثورة هي دي كناية على فكرة، محدش بيترب حد، عشان أقولي أستاذ مش هدين هي كناية عن إن أنا بعمل أفعال زي الضرب، زي الهجوم، يعني ده المقصود بيها بزبط يعني هو من بعد الثورة، والناس معظمهم، مش كلهم، يعني ما ندرش نعمم، بقى لهم تصرفات غريبة شوية، مش تصرفات نتاج الثورة يعني الثورة دائماً اللي بتحسب في أي مكان لازم بعدها يحصل تطور، يحصل الفكرة يختلف، يحصل دعم أكتر للبلد فيه ناس بتعمل كده، فهنا بتعمل كده، لكن فيه ناس كتير شوية ما بيعملوش كده، لأنه حط معنى إن الثورة معناها حرية، معناها ديمقراطية، بالنسبانه معناها إيه؟ معناها إيه نعمل اللي أنا عايزه بدراعي، فمنها إيه نقصر الإشوارة أسوأ من الأول، بقى مش فارق معايا، يعني حالك دلوقتي لو بنت بصيت في الإشوارة، الموضوع مختلف حضرتك أساس واقل خدتنا الجوزئية هامة كداً، يعني هي تعباني وتعب كتير أقول مصرين، هلل الحرية؟ إن أنا باهد للشارع المصري، إن أنا أشوف حلل على كبرى قصر النيل، إن أنا أشوف مناظر غير رائقة، بينا كمصرين أقول لك أنا حرة؟ إحنا في ثورة، يعني ساعات واحد دماغه بقداش يستوعب ده، بيبصله ما سهول إيه اللي بيجرى ده؟ بلا ما إحنا ما تقبلناش دوت، يبقى إحنا من النوع التاني، اللي أنا علمين شوية، اللي هو الطبيعي، اللي هو بعد الثورة بيجرس التطور، تبع عندك حرية رأي وفكر، ففكر بشكل كويس، ما عادش هيمنعك، ما فيش حدود، أعمل أنت عايزه بس في الخير عشان تطور البلد دي، لكن ما تعملش كده، مع العلم إن الشخص اللي بيعمل كده معظمهم بقى اللي هو الشخص السلبي دوت، نفس العسكري أو الزابط أي إن كان يوقف في الإشارة دوت، هو بيكسر الإشارة، نفس الشخص دوت لو ع وخلي الزابط ده مسكي معاه دفتر وألم، بجد، هتلاقي نفس الشخص اللي بيكسر الإشارة اللي هتلي وقف، حيخاف من الألم إنه هتكتب، يبقى نرجع نقول إن العقاب واجب عشان نلتزم بحريات نحن شخصية، ده طبيعي، ده طبيعي لازم يقف في حدود، لازم يقف في حدود، لازم يقف في حدود للموضوع خالص، يعني ربنا قال الترغيب والترهيب، لازم، ده ربنا اللي قال، لازم نعاجر لك من السواب والعقاب، بالزبط، فده اللي حتى في الإدارة، في علم الإدارة يقول لك فيه حاجة اسمها سياسة العصايا والجزرة، دي معروفة، إنت استخدم مع الموظف العصايا، إنت استخدم معه الجزرة، الجزرة عشان يعشمه بحاجة، فده الحاجة اللي بتحرك الدافع جواه، العصايا لما هو بيخاف بيتحرك، فيه نوع كده وفيه نوع كده، فعشان كده مش كل حاجة تبقى حر مطبع نعرف يا أستاذ واقل إن كمان حتى العصايا والجزرة دي، الأب والأم يستخدموها مع أبنائهم في البيت، يعني العصايا والجزرة دي موجودة في حياتنا كلنا، في البيت الصغير اللي هو بيت الأسرة اللي فيه الأب والأم والأبناء، وفيه العمل، لازم يبقى فيه حافظ للناس اللي بتشتغل، لازم يبقى فيه عصايا بس بمفهوم تاني، زي ما، مفهوم العصايا على فكرة مش هو الضرب، اللي هو العقاب، اللي هو السواب والعقاب، انت خطئت، اتعاقب، انت عملت حاجة صح؟ خط صح، لكن مشكلتنا ساعات بيختار تعليل الأمر، يعني بيت ساعات بيبقى الناس يا أستاذ واقل بتوصل للمرحلة إن هي بتفقد إحساسها بتبطل تعمل الحلو أو الصح، من كتر ما حدش مقدره أيوة، أيوة، لحاجة تيكي حتى مهمة جدا بقى كبه فاهمني؟ من كتر ما أنا كويس، أنا ملتزمة، باجي في معادي ملتزمة، من ناس ويجي غيري مش ملتزم يبقى زي زيه، ده ما بتاعي، طب إيه بقى؟ طب شمعنا أنا وقدت عمري كله كده ده حتى في الأبناء، ده حتى ما بين الزوجين، يعني أنا بتكلم ده داخل عمل، في البيت، في أي مكان طب أنا زي زي ده ما بيتعاقبش بقى إيه بقى؟ لبقى فين هنا إحساسي بأن أنا مميزة إن أنا إنسان ملتزمة ده صح، عشان كده إحنا دايماً لما بنقول للناس أعملوا حاجة أعملها مش للناس، أعملها للربنا، لمين هيعوضك؟ ربنا لا في الشغل آه في كله، وحتى لو في الشغل ده ده، يعني أنا لو ما تقدرتش فاعل ما إحنا أقول مالياً ومعنوياً بالذات لأننا نتوان ده مهمين، لأنني في ناس ما تخيئينها إنت كل حاجة عايز تعملها، تاخد قصدها فلوس؟ لا انا مقولش كده انت لو كلمة كويسة يبقى كويسة لو عملت ليش هذا ما كالفتكش حتى ربع جنيه هتفرق معي نجامل جدا بالضبط ما في مثل رأيك لقيني ولا تغديني بالضبط قولي كلمة كويسة يا سيدي انا مش عايز منك حاجة بس قولي كلمة كويسة ده صح التأدير هو ده الفيدباك في عندنا دايما في الكمميليكيشن أو في التواصل دايما في واحد بيبعث المعلومة وفي واحد بيستقبل المعلومة يحصل من نين ان احنا عرفنا ان التواصل تم التواصل ده تم عن طريق الفيدباك اللي هو رد الفعل ان هو فهم او مفهمش فالتأدير ده هو الفيدباك ان انا بقدر لانت عملت لو انت ما قدرتوش حتى لو بكلمة واحدة بس يبقى بالنسبة لي ما حصلش فاتليه حتى الموظف يروح للمدير يقول طب انت كنت عايز نعملها بشكل مختلف طب هلأ انا غلط ايقول لا انت عملتها مصبوط عمال ليه ما قلت ليش هو مستني حد يديه له رأي عشان يعرف اللي عمال ده صح ولا غلط ديه له اي رد فعل انه عمل حاجة ايوة بالضبط لو كلمة انه عمل اي حاجة يعني صح عشان وده على فكرة احنا لو هذاكر كسة هنلاقيه لو احنا عملناه مع اطفالنا صغيرين هتليهم هيبقوا احسن طبعا هيبقوا متفوقين اكتر طبعا لو عملناه الزوجة دي لزوجته او الزوجة تقول له زوجها وتحسسه انه جاب حاجة انه عمل يعني الحقيقة هتختلف صح لو كل واحد حس التاني على اللي هو بيعمله كويس هيزيد من الحلوة بتاعه على فكرة في كل الاجهزة المعنية فينا كلنا كبشر حتى داخل العمل بس في ناس تحس ان هي الكلمة عليهم تقيلة قوي بيبقى الشخص عنده مشكلة ايه يعني الشخص نفسه الشغل معرفش يشكر في حاجة دي بقى ايه هم ممكن يكون عنده مشكلة لان في ناس كتير على فكرة داك تنمية بشرية وقول لي ايه المشكلة دي هنا ما انا بقول الحركية فأنا بقى بالناس كتير كده قوي أساسوا ما بيعرفش يشكره دا كتير دا عبارة عن ايده مسعلك مفيش حد بيعرفش يشكر لكن هو بيبقاش عايز يشكر ليه لان هو في ناس عندها مبدئين انا معقطنة عمليون فمن انهم امام الصح اول حاجة يقول لك لا انا لو شكرته النوع دا لو انا شكرته هيهبط ازاي يعني انا لو شكرته وقولت له حاجة دي كويسة هيهبط ازاي بوا من الاول ما كانتش هيعمل او من الاول دا عمل دي مش عشان دي حاجة كويسة عملها عشان هو مجبر ان يعملها لكن هلا انا عملت حاجة كويسة لو ما حدش كفقني او قدرني هلا لو انت اجدت يعني اول حاجة ان انا مش هقول له شكرا عشان خاطر يعمل كده تاني انا بقول له شكرا على العمل دا دا نمرة واحد دا مهمة جدا فيه ناس بتبقى حطة في مخها مثلا مدير يقولك لا انا لو شكرت الشخص دا او قدرته او قدرته برافو عليك لانتعلم دا كويس بكرة اداءه حيقل ليه لانه شاف نفسه فهمت الفكرة فين حالاتك فده انا غلط طبا لو عمل حاجة بكرة غلطك اسكه بالزرط ليه لا يعني النهار دا عملك اقول له الله دا انت رائع بكرة ايه دا اللي انت عملته دا دا صح ايه التهريج اللي انت عملته في لحظتها دا صح دا ليه حتى لو دا ما يعرف ان انا متابعه ايوه هي اللي حلال قلتها دي اهم حاجة المتابعة المتابعة دي او الكوتشنج بنسميها او حدي بنتابع هو دا اللي يعرف صح فاي رياضة بتلعبيها الكوتش دا وقت المدرب بيقولك دا صح او غلط لكن لو سابك كده عيمة مش تعرفك الصح من الغلط وتاني حاجة اخيرة بيخاف انك تطلع مكانه بتاخدي الكورسي بتاعه فده معنا انه هو ضعف فيه يعني هو لو مستواه هنا وانا هنا لو هو انا طلعت لحد ما وصلت المستواه يميني الغلطان هو ان نفيد الواقف هنا لكن طيقة في الواقف فلت الزمن دلوقتي اللي قاعد على كورسي انا شخصيا رأي يعني محدش عايز ياخد الكورسي اللي قاعد عليه من كتر المشاكل واحد بيشوفها صح